اختتمت مرشحة اليمين المتطرف إلى الرئاسة الفرنسية مارين لوبان زيارة للبنان بإثارة مزيد من الجدل بعدما ألغت لقاء مكررا مع مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان وأكدت أن نظام الرئيس بشار الأسد هو الأقل سوءا في سوريا ورفضت لوبان لدى وصولها إلى دار الفتوى المرجعية السنية الأعلى في لبنان الاستجابة للطلب معاوني المفتي تغطية رأسها قبل لقاء الأخير السلطة السنية العالة في العالم لم تطلب مني هذا ولذلك لا أرى سببا له ولكن لا بأس أنقلوا للمفتي احترامي ولكنني لا أغطي رأسي وكانت لوبان التقت في أيار مايو من العام 2015 شيخ الأزهر أحمد الطيب في القاهرة وتفرض مرجعيات دينية كثيرة في العالم على السيدات وضع منديل أو وشاح على رؤوسهن خلال الزيارة وأوضح الدار الفتوى في بيان أن المكتب الإعلامي كان أبلغ المرشح الرئاسي عبر أحد مساعدها بضرورة غطاء الرأس كما هو البروتوكول المعتمد في دار الفتوى وأثارت مواقف لوبان الداعمة للرئيس السوري بشار الأسد ردود فعل منتقدة من القادة السياسيين المناهدين لدماشك والذين التقت عددا منهم كنت أشرت بشكل واضح إلى أن مصلحة فرنسا التي تشكل المنطلق الوحيد لحديثي تتطلب في ظل الوضع الراهن في سوريا أن لا يكون ثمة بديل للنظام السوري وهذا ما خلصت إليه محادثاتي مع بعض الذين قابلتهم والتقت لوبان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أوضح وفق بيان صحفي صادرا عن مكتبه أنه قال للمرشحة الفرنسية إن كل من يقترف الإرهاب يكون إرهابيا ووفق هذا المقياس يكون بشار الأسد من أكبر الإرهابيين في سوريا والمنطقة بحسب البيان وشملت لقاءة لوبان الثلاثاء البطرياركا الماروني بشار الراعي في بكركي شمال بيروت حيث أثنت على ثقافة الاعتدال في لبنان والتي أسسها المسيحيون والمسلمون بحسب تعبيرها